بساكم الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة السياسي كالسبت ظهر التقرير المرتقب حول مسؤولية ولي العهد السعودي بمقتل خاشخجي وبالإضافة إلى أن التقرير لم يستند على أي دليل وإنما كان التحليل وبما أن ولي العهد مسيطر على القرار فإن بالتأكيد أو يعتقد بأن وللعهد على علم أو أمر أو 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 فكلها تحليلات وتوقعات ولم تستند على أدلة ملموسة ما في صوت ما في رسائل نصية ما في دليل يعني بالإضافة إلى هذا الأمر فإن هذه التسريبات المزعومة أو هذه التقارير المزعومة نشرت قبل عدة قبل عدة شهور كتسريبات في الإعلام الأمريكي نشرتها وسائل الإعلام كل التفاصيل هذه اللي ذكرت البارحة كانت منشورة كتسريبات يعني شنو يعني لا جديد وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على جهة أو شخص أو طرف فإنها لن تكون مضطرة لأن تفصح عن سرية التقارير تقدر تقول التقارير سرية وبناء على تقارير سرية نحن نحط عقوبات على فلان وعلام لكن دائما تسير الأمور السياسية بأمريكا على نمط هوليوود يعني دائما المنتصر حتى اللحظة الأخيرة مو متأكد من الانتصار أو يفوز باللحظة الأخيرة البطل ودائما يعني احنا حاولنا أو اجتمعنا لندين العمير محمد بن سلمان لكن لقينا التكلفة باهضة وعندنا مواجهة ضد النظام الإيراني وكذا وكذا فغضينا النظر أصلا يعني فرض عقوبات على وريث العرش أمر يعني غير غير ليس سهل وغير منطقي وشن العقوبات اللي بتفرضها مثلا بدون بالإضافة إلى أنها بدون دليل أصلا ما تملك تفرض عقوبات على شخص يحمل حصانة دولية بما أنه نائب رئيس دولة أو ولي عهد لحاكم دولة فالأمر ليس بالسهل أو بالسهولة اللي صورها الإعلام وأن كانوا راح يحطون العقوبات وباللحظة الأخيرة لقوا أن تكلفة باهضة فاكتفوا بنشر التقرير وابقاء العقوبات على من هم دونه هذا كل كل كلام يعني مستهلك ويعني بعيد عن الواقع وربما يكون لدفع الأمور بمسار واتجاه معين شو المسار واتجاه اللي بدفعوا للأمور مثل ما ذكرت من قبل لا يحكم بايدن وأول ما حكم أكدت على أن بايدن سينتهج نهج أوباما تجاهنا شنو كان نهج أوباما كان يعطينا كلام حلو ومعسول ووعود وما ينفذ منها أي شيء ويسير بنفس الاتجاه اللي كان هو دعم الثورات والربيع العربي حينما كانت المنطقة العربية هدف لسياسة الحزب الديمقراطي أنا ذاك وعصب الملك عبدالله وضرب على الطاولة في أحد الاجتماعات اللي جمعتها برحمه الله بأوباما بسبب هذا الأمر أن تعطونا كلام ووعود وأحسن كلام نسمع منك ومن تروح نشوف السياسة تسير باتجاه آخر أو مستمرة بالاتجاه اللي ضرنا بايدن سيسير بنفس التجاه راح يعطينا كلام معسول ونائب أو وزير خارجية راح يعطينا أيضا كلام معسول وأيضا سيسير بنفس الاتجاه لكن هالمرة لن يتم استهدافنا لنكون نحن الهدف مثل ما حصل في الربيع العربي كان هدف منطقتنا العربية المرة هذه أظن أن الهدف هو الصين وروسيا لكن سيتم أيضا استهدافنا لابتزازنا لعجل ابتزازنا شلون يتم هذا الأمر عبر إطلاق العنان لكل من يريد مهاجمة النظام ومحاولة الانقضاب عليه من نشطاء وتيارات وشواذ وتحت أي ذريعة كانت ظلم حقوق إنسان أو ما يسمونه بحقوق إنسان أو حريات أو غيره تحت شعار الدفاع عن الحريات تلك الحريات اللي قمعوها لما منعوا ترامب من التغريد ومن أن يبدي رأيه ولما منعوا سبعين ألف من مناصريه احذفوا حساباتهم في توتر نهائيا بلاحظة واحدة وتحت شعار حقوق الإنسان اللي داسوا بطنها في قوانتانامو وفي كل دولة دخلوها بجيوشهم فهذا حكم القوي دائما هو يفرض قوانين اللعبة القوي ويلعب اللعبة أو يمارسها بالقوانين اللي هو يراها وهكذا تصير الأمور في كل زمان ومكان المهم أن هذا هو الهدف وهذا هو الطريق تحت شعار الحريات وحقوق الإنسان سيتم ابتزاز دول منطقة بالإضافة إلى دعم تحركات في روسيا والصين يمكن لإضعافهم يمكن لإسقاطهم يمكن لإنهاء المنافسة الاقتصادية شو الهدف النهائي ما بين للآن لكن هذا المحطة النهائية ليست نحن ولكن البداية البداية اللي الحين فجأة صار تذكروا خاشقتي وسووا مبادئ جديدة أو قانون جديد سموه قانون خاشقتي وهو يقضي بمعاقبة كل من يلاحق أي معارض يعني لبلدة أو نظامة أو أي إن كان كل من يحاول يلاحقه أو يحاول نيل منه طبعا لاحي ما تضحط الأمور هذا الشعار أو هذا العنوان العريض فإنه سيمنع من دخول الولايات المتحدة وستفرض عليه عقوبات هذا القانون الجديد سموه قانون خاشقتي ويسعون لإقرار أو يبدو أنه قريب من أن يقر يعني اللي يجعلوا من هذا الأمر هو الخريطة للتوجه المقبل أي واحد بإمكانه أن يهاجم بلده أي واحد بإمكانه أن يصبح معارض كما يشاء كما يحلوله سنقوم بحمايته باختصار فإنما حصل يعد بمثابة تغيير اتجاه البوصلة وإعادة تفعيل خنقول النشطاء الخاملين في دولهم اللي وده يتحرك ومو لاقي دفعه يعني أو مو لاقي خايف من السياسة الأمريكية هم الآن أعطوا ضوء أخضر وقالوا له ترى غيرنا السياسة وراح ندعمك أنت وأمثالك يلا كمل فاللي حصل بمثابة تغيير بوصلة وأنا قد أتفهم لما يطلع مسؤول بيحمل صفة رسمية ويقول والله العلاقات راسخة بيننا وبين الولايات المتحدة وكلام دبلماسي ومطلوب مننا أصلا أن يقول هذا الكلام كمسؤول رسمي ليحافظ على العلاقة ويحافظ على شعرة معاوية فإنه والله في علاقات بيننا وراسخة ولا أنت تزعز ولا أنت تغير وتغير رئيس ولا ما تغير هذه علاقات قديمة وراسخة والكلام هذا الدبلماسي الرسمي أتفهم لما يقوله شخص رسمي لكن لما يقوله للناس بتويتر يعني يعني ما أدري هل هو عدم حصافة منهم أو عدم تقدير الأمور لا والله العلاقات ليست راسخة وليست ثابتة وهذه دولة ما نقال ليست صديقة لكن هي بالتأكيد لن تنفعنا ولن تدعمنا وإذا سقطنا سترحب وتصفق وستدعم من يسعى لإسقاطنا وهذا شفناه بالربيع العربي ورح نشوفه في دول أخرى بالفترة المقبلة فالكلام هذا إذا قاله مسؤول رسمي مو بالضرورة نحن نكرره مثل بغبغاء نعيد كلام أو نعيد ما نسمعه من المسؤولين الرسميين هم كمسؤولين رسميين لهم خطاب معين ولهم اتجاه معين ولهم أهداف معين أما احنا نتكلم كمواطنين ما نمثل الدولة وكلامنا ما يمثل الدولة ولا يحمل صفة رسمية فنقول الحقيقة والواقع نقول نفصح عن النواية اللي نشوفها من غير تجاهنا نتحدث عن ما يجب أن نفعله أو الموقف الذي يجب أن نتخذه تجاه هذه الإدارات أو هذه الدول أو هذه التحركات ما نقول ما أقول أننا نقوم بعمل عدائي لكن على الأقل نتكلم لنوضح الصورة ما نتكلم بشكل مع احترامي يعني غبي ونكرر الكلام اللي يقولون ناس لهم أهداف أخرى ما أقول أنا أهداف خاطئة هم أشخاص يحملون صفة رسمية لهم أهداف رسمية والسياسة السياسة الرسمية غير السياسة شبه الرسمية غير السياسة غير الرسمية فبالتالي كمسؤول رسمي لازم يحافظ على العلاقات لازم تبقى العلاقات يعني حتى الأمريكان حتى الأمريكان نفسهم لما أفصحوا عن عن هذه التقارير اللي موجهة ضد الأمير محمد بن سلمان مدحوا الملك ومدحوا سعودية ومدحوا العلاقات يعني يعطونك أه يعني خنقول ناعم وخشن فربعنا إحنا بعد يعطونهم ناعم رسميا لكن غير رسمي وإنت مو ملزم تعطي نفس الكلام الناعم ونفس الأسلوب الناعم واللي كلنا ندري أنه غير واقعي وغير حقيقي بالنهاية أرجع وأقول الملفات اللي سيتم التركيز عليها تندرج تحت العنوانين الرئيسيين حقوق إنسان وحريات وسيشمل الشواد يمكن المثليين الأقليات الاضطهاد الأمور هذه مثل ما قلنا قبل والنسويات ما النسويات وغيرها كل هذه الأمور ستستخدم ستستخدم كملفات للتدخل في شؤون دولنا وابتزاز دولنا وليس لتحقيق مصلحة لأصحاب هذه الملفات اللي يجب عليهم أن يصحوا ويعوا جيدا أن الأمور هذه ليست لصالحهم وإنما للحصول على مكاسب من دولنا على ظهرهم يمتطون هذيل ويصعدون على ظهرهم اللي يسمون نفسهم معارضين واللي يسمون نفسهم كأصحاب رأي والتيارات هذه والنسويات والمثليين وكل واحد يعني يرى أنه مضطهد والأقليات وغيرها ترى أنت ستستخدمون كجسر يستخدمونكم للوصول إلى أهداف أخرى ليس منها تحقيق مصالحكم لذلك يجب على الجميع أن يكون واعي تجاه هذه الأمور ويساند بلده حتى وإن أخطأت إحنا انتفاهم مع ربعنا أخطأت أما الاستقواء بأطراف أجنبية ضد دولنا فهذا ليس من المرؤة وليس من وطنية في شيء فضل أن يكون من الدين ترجمة نانسي قنقر